موسيقى انا اتتكلم بارك فورا كنت احباد حمودين وما كانش ايه فورا كان يميز بيزنس مال بيزنس فنوز بقى مش مسألة فنوز بقى مسألة ان انا حب اعمل بيزنس حاصلية كنت احباد هواياتك ايه بارك فورا كامل ايه بارك فورا الهوايات بتاعت اله بلاي ستيشن طبعا مع صحابي موسيقى انا بحب العبا كل اللعابة مثلا الا الاعبة واحدة بس محبش العبا هبش ايه شترامة ما بحب بايا مجردتش ان انا العب بس ان انا العبة بس انت العبايا كل بعضه اي اي حاجة اقدر العبا وبحب ألعبا متعلم اوك صباحة طيب انت ملتقب لسيش متكسل 100 و تقسم المين في الاب تكولة بسراحة بس مالعبناش كتير مرعبناش كتير ميدو جابر ميدو جابر كسبته قبل جده كنا بملعبه فهو كسب بتاع حوالي اربعة مدوشة وانا كسبت اربعة مدوشة فطبقا انا كله ببعض وكسبت انا في الاخر كسبت انا كسبت انا فميلي بيع قدت في الديسجن حتى لو برقوره لا ما فيش ما فيش ايه الاكلة اللي كانت احمد حمودي بيتعفو قدامك؟ فوانا بحب السماء وقد انه لا مدغ estão قدامك فعشان هاسكندرني فاسمك كأنا بحق يكب وانا قبل عمرك ندخلها منحاك لان عمرك ندخلها منحاك لان عمرك ندخلها طوائره 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 تقوسك اي فهمه ده تقوسك اي مدغنة؟ تقوسك اي مدغنة؟ شيء طبعه طبعا من مشاركه طبعا ان انا حاوجي مدغنين انا اهام 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 احلي طبعا وانا بسرك لنا جمع افضل كده يعني الا لو بالظروف شايت ان انا ابقى بعيد وابقيد عن اسكندرية طبعا يعني لازم ان انا اتصحر مع صحابي برضو مع اهلي كده احمد حمدودي هدي هو اللي عصري بحالات نعم حالات عصري امتقوا تقدروا بحاجة بصابر عصري مو در درك رح نعم فترة كده بس من قلاص يعني كانت عرب الالغال زي يا بوله الشعر اوه محترفة عن دي كم سنة؟ عن دي كم سنة وكان كانت كان عن دي كم سنة كان عندي قلاصة من عشر سنة تمان اول عارو التالي تمان اول عارو التالي تمانها بالضبط كانت محيطة كوبصوت كانت حوالي مية وعشرين ايه اصعب موقف مرة عليك في كورا؟ ده هو الحاجة كده لما تجي تفتكيرها تجي تريد كورا؟ في كذا موقف صحيح ايه كله كنت عفريتي السنة اللي قبل اللي فادت لان كانت بالنسبة لي حين ما جامد حين بالسنة اللي فادت وانا في بازل كان في مباراة كنا بنلعبها وقلت قطعت مننا عال 18 وقضت علينا في مباراة عيشت يوم ما عاربتش انام مش عارب انام حرفية مجارب قالك ايه ساعدة؟ ولا ايه هاجة انا اللي كنت محمل على نفسي ازيادة عليهم انا اللي ما بغلط بحمل نفسي فوق تعطي اصعب ريحة يا رب يا ريحلة اللي تشاهدتي فيها كذا ريحلة باب كنت انا ونمي مرة كان ترانزيت من ايطاليا في ايطاليا وكنا رجاني على مصر كان معنا مالك كمان لا كان ريحلة صعبة جدا وتشاهدت واصعب مرة بتاعت اخر مرة جينا من ما عرفنا اللي فيه طيارة كلنا مسافرين اللي هو انت خلاص بقى انت بتشاهد ونفس معي الطيران اللي انت مسافر فيه كان صعبة كان بيتا كلب بيتا كلغا بتاعت المترجم للقناة وأن اثنين معي انت مسافر في مصر